بابا استنونا هنا لما اندهلو أصر علي باشا مختار أصر التاريخه يرجع لـ 103 سنة قديم جميل وفي موقع متميز جدا من ثلاث سنين حطيت عيني على الأصر ده ومن أصدقائنا المنتشرين جبنا فواتيل الماء والكهرباء والتليفون ومن صادقنا في عية المساحة في الدنيا جبنا الاستمارة الأساسية للأصر ده آخر ورق رسمي للأصر الجميل ده كان باسم نعمة هانين جويدار اللي ماتت في مساحة في السويسرا سنة 59 وما كانش ليها وريزة من ساعتها الأصر فضل على حاله اتحول الأصر محجور تسكنه للأشباح الناس خايفة تقرب منه واخترأت عليه حواديد احنا كمان عملنا حواديد عليه أكتر وأكتر عشان نخوف بالأصر الجميل ده هنسيبه كده من غير صاحب مهانش عليها ازاي بقى نخلي ملكية الأصر الجميل ده تقولي زعدك كان لازم نعمل عقود شرب تداية ترطلنا الفترة من 59 بالغاية وقتنا هذا طب هنجيب عقود قديمة ازاي صديقي بورعي كل شيء حل المشكلة حطلنا ورقنا فوق ماشي أدوب من الدخل الورق شرب الخل واتنجف في الشمس يوم واحد بقى ورق عمره ستين سنة على الأقل وبحبري شيني قديمة تكتب العبود بس كان فضل لنا خطوتين صغيرين من صديقي بقى اللي شغال في السجل المهاني حطينا ادينا على حالتين وفاة بين كل حالة والتانية 15 سنة عملنا عقد بيع من السيدة نعمة دويدار لمرحومنا الأولاني بعت له فيه الأصر سنة 58 يعني قبل ما يموت بسنة مرحومنا الأولاني فضل محتفظ بالأصر لسنة 81 وباعه قبل ما يموت بسنتين لمرحومنا التاني اللي مات سنة 96 واللي قبل ما يموت بستة شهر باعه لصديقنا عوض عوض الرخابي اللي مستنى حضرتك بره اللي عوض سنى مع البشر صباح الخير صباح الخير صباح الخير حدي يقول لن حدي صباح الخير الساعة الدين بعد الضوء ما علينا خلال اهلا صديقنا عوض بعقد البيع النهائي اللي معاه رفعنا دعوة صحة ونفاذ اختصمنا فيها مع كل من قالت إليه ملكة الأصل من أول علي باشا مختار لغاية آخر مرحوم جبنا بياناته من السجل المدني اللي هو باع لعوض وفي جلسة الشهر اللي فات صديقنا عوض ما رحش المحكامة ليه؟ دي مقصودة يا باشا المحكامة أمرت بإعادة إعلان كل اللي اختصوهم عوض في الدعوة وطنين جاب لي اسم المحضر اللي معاه الإعلانات والمرة دي هتبقى مسؤوليتا يا باشا هالف معها على كل العناوين عشان أتفادى الخطأ اللي فات لما سبت الموضوع الوطني جاب لي تقرير الخبير إن كل الناس اللي اعلنتهم من المحكامة طلعوا مسافرين مرة المرة دي هننوها يا باشا شوية مسافرين شوية ماتوا شوية مشعيجوا المهم في الجلسة اللي بعد ثلاثة أيام المحكامة هتحكم وتماتج بصحة البيت والنفاذ اللي صالح عوض وفي نفس اليوم يا باشا هتريتك هتطلع معاه للسجل المدني عشان يسجلك الحد وهنديله بقية أتعابه بس مش هنديله وصلات الأمانة اللي احنا كتبينها عالية عشان ما يلعبش بديله هنديله وإمتى بقى؟ بعد إتمام التزييل والإشهار ونبقى احنا مطمئنين مية في المية عشان أنا مش دايما بسغ في الأصدقاء يا باشا جميل جميل عوض مش كده الملف ده باشا فيه المصاريف بالمليم اللي اتصرفت على القضية طول الثلاث سنين اللي باشا طيب أنا حستنك بالليل عشان تطمنني على بقية الأخبار والحاجات اللي أنا عايزها منك لما فيش مكافع كده بترفع بها معنوياتي معنوياتك يا جشا يا طماع ياللي بتحب الفلوس زياني ده أنا برضه أعم أعمك أعمد دهب وأنا مش عارفك كويس وحفظك كويس وأعرف كويس أوي إنك إنت بتتمنني أموت النهاردة قبل بكرة علشان تورست كله لكن بينك إيه رايك بقى أنا صحتي زي البومب ويمكن أحسن من صحتك وعلى فكرة في ناس كتير زي ممكن يعيشوا لتسعين وخمسة وتسعين وقادر ربنا أعود على قلبك لغاية ما أبقى مية وعشرين سنة ونزيك إنت فاكرين نفسهم شباب بيموتوا هما مستنين نزيه علشان يموتوا عشان يورسوهم ربنا كبير قادر إنه هو يخلف ظنك وعيشنا وإنت تموت ونقدفنك بإيدي بيبي فيك الخير والله شفت الماشا؟ ها أنا شفته وطمئنت عليه كويس جدا سلام بقى راك فيه؟ ها معايد المكتب ها أنت عارف معايد المكتب نسبالي من قدسة هاتي؟ لا أنا معايد المكتب خلاص أشوفك بالليل في الأهرة لا 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 أنا كنت جاي لحد ما اتطمن على الباشا مني وبينك أنا بيل رغم الباشا عادة منها بسلام بس أنا مش عارف لي قلبه مقبوط آآ مقبوط وإنت من إمتى عبد البديع بتحسبها بقلبك؟ أنا حسي في المؤامرة بتتعامل المعارض أخرى بس إيه هي المؤامرة دي؟ مين لي مشترك فيها؟ ده اللي اللي مش عارفه حلمي من أحلامك برده؟ كابوس من الجوابيسي الرجل كأنه؟ أهلا يا بابا بدا ما قلت يا بابا تبقى عامل عاملة ما علينا قولي بقى راجل مين وكأنه إيه؟ نوح باشا عمك بقى زي الحصان زي الحصان إزاي يعني؟ رجع زي مكان كأنه لا خص شعره ولا زاد شعره ما كده مرهوش غير التاع خلنا ما قولي أنا إزنك النبي لا خلوا راحتكم أنا كده كده كنت ماشي نتابع بعض بالتليفون طيبا نشوفك بكر إن شاء الله في المكتب السلام عليكم وعليكم السلامة وطوة بركاته هروح أوصى العم نبيل طيال يا بابا انت متعرفش إن عم نبيل كبر خلاصه بقى يعرف طريق الواحده؟ لا يا والله ولا نوح باشا كان عايزك في إيه؟ نوح باشا؟ استنى استنى لما فكرك بيه نوح باشا ده يبقى عمي أخا وأبوي أوقات بقوله يا عم نوع وسكن في القضة اللي جنبنا هنا ربعمية وعشر ولا انت هتنطق ضغري العربية والمحل وحبسك بالكنبيلات اللي انا كتبها عليك فبكويس بقى إنك فتحت الموضوع ده ينفع عب ياخد كمبيلات على ابنك حبيبه برضو ينفع ما تكيه ضغري يا علي وتخلص انت ما تزدقنيش يا عبدو برضو الراجل ما أمني أمانة ينفع أخونا طب أنا رأيدي طبيرك ينفع بزمتك إنه حاجز طور عليك طب 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 أنا هسألك سؤال تاني ولا أقول لك أنا هقول لك حاجة حلوة قوي عشان يبقى اسمك ما فتنتش أنا خم وانت تقول أه أو لا ما تريح نفسك وتريحني وتدخل تسأله وجهاً لو وجه ونقلص ما ده لافه الدوران ده طب علي يمشي رابح علي ايه يا ابو السل اللي منكم ليه علاقة بيها وحيات أبوك يا شيخ وحيات أبويا وحيات أبويا ايه وحيات أبويا ما عرف إذا كان ليه علاقة بيك ولا لا موسيقى وحيات أبويا لعنى موسيقى عابل بديع عابل بديع موسيقى ماذا يا عمي في حاجة؟ اه طبعا يا عبلي مو مرتاح روح نعم يا عبلي النهار انا بيطلع ولا تناوت شاركني في السرير؟ موسيقى انه يبيت كويس عام الحمد والعب ايه كنتش يكاك انه لحقبة كويس مش قولتلك انا حفض العيش لحد ما اخد عزاكم واحد واحد مو تي حد يكره عامي القلب قدام انت صور محترم عازا يليق بمقامي رب انا ادي لك طورة الامر بخليك لولادك يا بدي طارة فعب البديع انا اخدت من دنيتي كل الحاجات اللي انا بتمناها معنا حاجتين الدين اشكان اللي كانت واحد افضل طول عمرها انا الحب الحقيقي الوحيد في حياتي اخسارها انا فعلا ضيع طاع باديها انا شكدة عشت طول عمرنا تبن عليها لا صحيح يا بشا بتو مش هتحن علي بقى وتقول لي يمين في القبيلة دي احلى واحدة فيهم يا عبد البديع لا يا بشا بس الحكاية دي وجهات النظر يعني ما تخزنيش يعني ان توزقوا كان زمان عجيب انتو بتاخدوا الوعدة بالكيلو زي ما تكونوا هتبعوها بعد العشرة زي ما انا كده منبيع الجرايد اللي بتاع الفاكهة الله بقول لك احلى واحدة فيهم بتقول لي ان انا كنت ماخد الواحدة بالكيلو وزوقنا مش عاجبك طب ايه رأيك عبد البديع انت اللي كلامك بقى مفهوش راحت الزوق واخفى من قدامي دلوقتي بشي ايه ان شاء الله طيب يا بشا قبل ما امشي مش هتقول لي الحاجة التانية اللي ماخدتهش من الدنيا غير اشجان طيب تصبح على خير يا بشا بديع ايه يا بشا من فضلك تعدي على الاصف الصبح وتجيب انهار معاك وانت جاي تحت الامن يا بشا بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين احنا اجتمعنا النهاردة حسب وسيط الملحوم نوح الارندلي لتوزيع تركته كما اراد وكما امر الله سبحانه وتعالى حسب الشر استعزمكم اولا في قراءة الفاتحة على روحي احنا 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 بعد حصل التركة وعمل الاجراءات اللازمة وذلك قبل كتابة الوصية كما طلب مني السيد نوح الارندلي اتضح نصرته كالآتي قصرين وشقة بالزمالك وعمارة بالإيجار في الزمالك وبيع نفس الشقة وأرض بالساحل الشمالي وستة مليون جنيه سيولة مالية بالبنك وتسع مليون جنيه اسهم في البورصة ولكن حسب القانون احنا مش هلنا احنا نوزع التركة الا بعد سداد ديون المرحوم كاملا ديون ايه؟ استلمت أنا نوح الارندلي علي الدواويني مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه فقط لغيره على سبيل الأمانة من إبراهيم الارندلي علي الدواويني على أن أسلمها للآنسة دولة إبراهيم الارندلي علي الدواويني عند الطلب أو الحاجة إليها وهذا إقرار مني بذلك نوح الارندلي يعني ايه؟ نكذب انت وفين حصل ده؟ بيه ده عدد فدي مهزاش قهده ايه؟ يا هانا دلوقتي أنا دلوقتي أنا دلوقتي عندي خمسة مليون جنيه بسجة عصابك يا هاني معنا لسه مخلصتش الكلام بخصوص إيه ده لسه تتكلم تاني إيه ده يا بابا ده ما نصبت عليا تطلق لقلت بابا تاني لطلق أمك واشنردك واسجينك كمان انت فاهم ولا؟ لمؤخذ يا جماعة انت وعيلة ببعض وانا مايصحش هون موجودة وسطيكم أنا هستنى برا ولما تحتاجوني يبقوا ندوني مدام أنهار محدش يخرج من هنا غير لما خلص يعني أرجوكم بنسمع بعض للآخر في هدوء هدوء لو سمحتك إيه ده كده عنده عشان تعنا في راسك من اللي جيلك في الليلة دي؟ فضل يا أبسيس نبيتي هيا أنا بش إيه ده؟ ست دولة دولة في هانم أنيسها دولة هجيب كولونيا يريت يا دولة هانم تكوني فوقتي ركزت شوية ويريت كمان تتملك عصابك لأن انفاجآت نوح بيه بالنسبالك لسه ما انتهيتش كده كويس الصباح مضبوضة نبتدي يا طبعا طبعاً أنا عارف إن كلكم موجودين وبتبحلقوا في الشاشة وإنتم تتفرجوا على أيضاً وأعرف كمان إن الأستاذ نبيل مشكوراً طلب منكم إنكم تقروا الفتحة على روحي وأعرف برضو مين اللي كان بيرى الفتحة من قلبه ومين اللي كان بيدي علي وهو بيرى الفتحة إزايك يا نهار؟ إن شاء الله تسلم وتعيش يا باشا طبعاً دولة قرأت الفتحة ومن قلبه بعد ما سمعت الأستاذ نبيل وهو بيرى وصل الأمانة قبل ما يحط السدي زي ما انتفقت معاه كان نفسي أكون معاكم عشان أشوف الشيك ساعتها يا دولة الله يرحمك يا عمي وإي دجد شتوبة اللي تحت راسك رجعلك يا دولة ما تلعيش فاصل وأنا واصل أنا بس عايز أخلمها بالبديع هو ابنك علي جيه معاك يا عبد البديع ولا ما جايش؟ لا موجود يا فاشا انت ليه كعين ترد عليه بعد العمل معايا؟ ما تسعالش يا عبد البديع على فكرة أنا عاملك سديل وحدك أنت عشان تشوفه أعلان فراد زي ما اتفقت مع الأستاذ نبيل على فكرة الرجل ده بيحبك قوي بيعزك قوي بيعزك معزة أنا ما شفتهاش بين اتنين أصحاب طول عمري ربنا يديم المحبة والصداقة اللي بينكم يا عبد البديع تعرف يا عبد البديع؟ الصداقة الحقيقية في الزمن السيء اللي انتوا عايشين فينا تعتبر في حدثتها كنز كنز أهم بكتير من الفلوس ها أنا بالمناسبة قررت للأستاذ نبيل مبلغ عشر تلاف جنيه من حساب الورثة هو هقدم لكم بيان فواتير طبعا وهتتوزع عليكم بالعدل وهتدفعوها من أنصبتكم في التاركة التاركة اللي هيشرحها لكم هو بالتفصيل نتخلص بقى كفاحة لقدامك ألوهم إحنا دينا قاعدة على رواقس أوه أرجع لك انتي بقى يا دولد شوف يا دولد بالرغم من طول اللسانك اللي كان عمال على بطال بيغلط فيا إلا أني عارف كويس قوي أني قلبك طيب قلبك هبيض زيك زي أبوك إبراهيم الله يرحمه وزي ما أبوك إبراهيم الله يرحمه ضحى بنفسه عشان أنا أتعلم وأكمل دراستي وهو أتحرم من المدرسة وزي ما أنت تحملتيني وتحملت معاملتي السيئة جدا للعرسان اللي تقدمونك واللي طفش بسببي وأصبحت بالتالي ضحية لي ولإني بش ناسي الفلوس اللي ساعدني بها أبوكي لما وقعت في منتصف السنتينات وكت حفلس ولولا هذه الفلوس أنا ما كتش وقفت على رجني مرة تانية أنا كتبت على روحي ثلاث وصولات أمانة بالمبالغ اللي سبها لك أبوكي أمانة في الأبدي واللي قدرت لها أرباح بخمستاشر مليون جنيه حلال عليك يا دولة تعب وشهاية فلوسي حلال عليكي بل زمن أنا أحجل عليه يا الله يخب بيتك يا عبد بعدين يا عبد وواحد الله مش كده يا إله إلا الله نخب إيه تاني أنا طبعا هعرف أنت زهلان مني عشان خبيت عليك موضوع تكليف عمك اللي هي بكتابة الوصية والإشراف القانوني على تنفذي وبعدين يعني أنا عايزك تتملك أعصاوك كده يا عبد وواحد ويعني اتراج القانون وأعرف عمك كتب الوصية وهو في حياته كامل خوار العقلية وأنا هو اعتماني على الأوراق والسدهات بكامل قراط بعدين يا أخي هو ماله هو حر فيه حر في مين؟ ده تعبو شعية نبيل هي السروة كام عشان نديه خمستاشر مليون لدولة هتعرفني نبيل؟ ايه؟ انا حاسي زي ما يكون رجلية مالسلامة؟ محشورة في قطمان زيكة حديده القطر جاية عليها يا موتني بعم بعم انا حاسي انها موت انا حاسي انها موت كده هتخوفني عليك من اللي جاية أكتر يعني ايه يا نبيل؟ لسه في ايه جاية؟ عم نبيل صاحبك على آخر وخلي بالك؟ يا علي انا عازله انا حافظ ابوك صم انا اعرف ان انت متعرفوش عن ابوك ولا والدتك ولا اختك لكن الظروف احيانا بتحط الانسان في وضع زي اللي بيقول عليه ويمكن يكون القطر اللي هو بيقول عليه ده هو نفس القطر اللي جاي علي انا وحيد الله يا جماعة قطر ايه وسكة حديد ايه بس؟ وحنا عاديين في محطة مصر؟ على فكرة انا انت ماندكش انا ماندكش انا مانده ابوك في كارثة شقه عمره راح منه وانت عاد تهزر؟ انت عاد تهزر؟ اه عند الوادية اتحب نكامل وانا نستعزل من دم انهار نكامل بعدين احنا نكامل نكامل هو مش اللي جاي الوصية برضه؟ لا انهار برا الوصية يعني ايه برا الوصية؟ كل ما هي برا الوصية ايه اللي جايبها المهاردة؟ جايب سفة ايه نبيل ما تتكلم؟ انت فاكر لما المرحوم كان في المستشفى وانت؟ لاحظة لاحظة انا اتوقف عن كلمة المرحوم دي المرحوم دي لسه فيها شك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقرر بقى اذا كان يرحمه كده خلو نرجى هنم باللي عمله ده هو حفل احنا ملناش دعوه يا عبد البديع ربنا يرحمنا جميعا ايه اللي هو؟ المهم انا قصدي لما كان المرحوم في المستشفى واستدعيني علشان اعمله الوصية انا الحقيقة كنت فاكر كده بس اتضح ان كان علشان حاجة تانية حاجة تانية زي ايه؟ يعني زي المواثق بتاع الشهر العقاري اللي احنا استدعناه علشان يسجل اقود بيع وشيرل بيع وشيرل المين؟ الانهار دي مؤام راني مين وصورة امانة للدولة وبيع وشيرل الانهار ولسه كمان فيه وصية ايه دي عبد البديع؟ محدش يقول ايه دا محدش له دعوه بيا انت قلت قلت عقود يعني مش عقدي واحد حاسب يا الله وان اعمل وكيل فيك يا عمي عملتيها يا انهار؟ عملت ايه؟ اشتريت ايه من باشا يا انهار هاني؟ وجبت فلوس اللي اشتريت بيها دي منين؟ انا مش فاهمها حاجة فاهمها يا ماتر فاهمها اصلها بريئة سازجة نغف كجوان يا فعلا متعرفش حاجة عن البديع اللي حصل ان انا بعد ما خلصت اكتبت لقود بعدت عاج الشهر العقاري عشان يجيب موسق من هناك والحقيقة دخلت علينا انهار وان انا امضي انهار راحت ماضي ام جير متبص ولا تعرف حتى هي ماضت عليها وحيات ربنا هو دا اللي حصل انا مش طمعانة في حاجة ولا عايزة اي احد من اي احد انا كل اللي انا طلباه السدر والسحة وريده ربنا علي وكده بقى ريده الاشياء معد مادام انهار الباشا قبل وفاته ساب لك تلات عود بيع يا حكاية الثلاثة معان بيوزع كله بالثلاثة ثلاثة وصلات امانة لدولة ثلاثة عقود بيع لانهار هو كان عليه نادر بيوفيه ولا ايه مادام انهار سامعاني دي العقود اللي انت مضيت عليها لما الباشا طلبك اول عقد الخاص بارد في السهل الشمالي في برج العرب عشرة مليون وشاقة في الزمالك في شرع أبو الفيدر دي ونص يبقى ٢ مليون ونص عليها وهيه القصل ده بمحتويته استنوا استنوا اخر سر جبته للباشا الله يخرب بيته مطرح مراح القصل بمحتوياته كان ٣٠ مليون ٢١ مليون و ١٢ مليون و ٢١ 해서 في خمستاشر بتعود دولة لما تسحى يبقى كامي علي سبعة وكمسين ميلونولس يا بابا اي عبدك؟ بتديني على قفاء يا عمي بالطرق أعلي ابن الأرندلي كده يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه نبيلي؟ وفاضل همرت الزمالك بثمانية مليون وقصر حلوان بخمسة وعشرين مليون يعني تلاتة وتلاتين قبل الوصية قبل الوصية ولا قبل بتاع العصير؟ والوصية دي بقى لمن؟ لعلي طبعا لا لمن عم عثمان تبقى وابا؟ لفكرة عبدو، هو أوصى بحسن وعملة عم عثمان من عناية الاثنين، أوعدك كل يوم الصبح أعد علي ضربه بالجزمة القليمة علي اندح غريبي يجي يشوف أخته أنهار وكلم الأسعاف عشان أنيسها دولت وابوك أنا هأجل إراية الوصية لغاية لما يبقى كويس لا 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 استمع علي، أنا كويس خالص أنا كويس، هو اللي وحش هو اللي سود من جواه أنا؟ أنا ولا همامني أنا جامد قوي أنا هفاضل معايا اتنين سيدي واحد ليك لو عايز دلوقتي تخده والتاني اللي الأوصى ليها السيدة أو الأنسة أشجان ماضي السعيد يا را نبيل يا را أنا خلص أو عيدك مش هتكلم وغل لي ما تخلص كلامك يا را وصير، أقر أنا نوح الأرندالي علي الدواويني وأنا في كامل قوايا العقلية وبكامل إرادتي إنني قد أوصي بثلت تركتي بعد سداد ديوني إلى السيدة أشجان ماضي السعيد بشرب أن تنال هذا المقدار من التركة في الحالات الأدين كونها أنيسة لم تتزوج أو تزوجت وأصبحت أرملة أو تزوجت وطلقت فإذا ثبت وقت تسليمها نصيبها من التركة أنها متزوجة يتحول هذا النصاب إلى ابن أخي ووريس الشرعي عبد البادية علي الأرندالي علي الدواويني تحريراً في 9 مايو 2009 انضاء نوح الأرندالي تلت 33 يعني 11 مليون وعندنا هناك كام سبعة وخمسين سبعة وخمسين مليون ونص والمجموعة كده تبقى تمانية وستين مليون ونص واللي فاضل لحضرتك من الليلة كلها 22 مليون 22 مليون من تسعين مليون جنيه ونص دعوة أنا حاجس أنا تشليت أنا تشليت يا نبي اي 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 يه قدير طبعا طبعا ادخل سريع معلاش اقوله لا استأذنك تستناني في مكتبك او برا شوهد غاية المتفرج علي الواحد زي ما امر ماشي هنزل ايه عم ببديع ايه عم ببديع انت بزعلها ميلي ولا ايه بتدي عليها انت اكروت وانا عارفك وعشان انا عارفك كويس عملت فيك كده وبالقانون عقود البيع والشريع عم البديع ما في هالصغرة واحدة ممكن تدخل منها وصولات الامنة كذلك حتى حق الشرعي في ان انا اوزع تلت التاركة بتاعتي زي ما انا عايز استغليته علشان اقلل بقدر الامكان نصيبك في التاركة طب ليه عملت كده ليه ده اللي هيجنني ليه لك ما بتتعلمش يا عبد البديع انت عشت طول عمرة جنبي مني وما تعلمتش حاجة ما نكرش انا استفدت منك في التاني مميت سروتي وضعفتها سؤال بقى ما عملتش كده لنفسك ليه تعرف يا عبد البديع الفرق بينك وبين ابنك علي ايه على فكرة انتم الانتين شطار يعني هو شاطر جدا في التجارة وانت شاطر في القانون لكن علي بيتعلم بسرعة علي عمل فلوس كتير من وراي كسب كتير ومن غير ما يقولي وانا عملت نفسي مش عارف وامطنش ليه لان علي مشبعني مكسب لذلك انا ما كتبت لهش حاجة ما وصلت لهش بحاجة عشان عقليته عقليته في حد ذاتها تعتبر كنس ممكن انه هو ينميها في اي وقت وينميها كويس انما انت انت هتتنمي في سرويتي وتكبرها وتسمنها عشان بعد كده تاخدها بالمراس الشرعي ما حطتش في دماغك يا عبد البديع ولا في حساباتك احتمال يمكن واحد في المليون انه ممكن اي حاجة تحصل تمنعك من الوصول للهدف اللي انت خطبت ان ايه طول حياتك مثلا اولها واهمها ان الاعمار بيد الله يا اخي وما حدش عارف مين هيعيش اكتر من التاني احتمال تاني ان انا اعمل فيك زي ما انا بعمل فيك دلوقت واحتمال تالت كمان كان ممكن اتجوز اتجوز وخلف وولادي يورسه لكن انا عشان بحبك بحاول فوقك تعرف يا عبد البديع انا النهاردة بديلك درس عمرك وبالقانون ودي اخر بحاول انا ببذلها علشان افوقك وعشان اوصل لك الرسالة اللي عشت طول عمري وانا بحاول اوصلها لك واعلمها لك السروة والقانون فاضل كلمة اخيرة عايز اقولها لك وارجو انك انت تصدقها لان انا بقولها لك من قلبي انا عبد البديع طول عمري اعتبرتك ابني اللي مخلفتهوش وحبيتك يا عبد البديع حبيتك حبيتك يمكن اكتر من ابني انا جايبه من صلبي عشان كده انا واسق اني لما تعرف الحقيقة دي وترسلك كويس هتقرالي الفاتحة اشوفك اشوفك يوم اللواء لو كان من ناصبنا اللواء يا عم البديع مش هيبقلنا ناصيب يا عمي عشان انت هتروح النار وانا هروح الجنة ده عاملتك دي هدخل الجنة انا كان نفسي تبقى معايا في الجنة عشان انا كمان حديتك انا شفت فيك ابويا اللي راح مني وانا لسه في بداية حياتي بعد بخدتي صنز الحق لكنت اللي اخترت بتتحداني وجايلي في منطقتي بتتحداني بالقانون القانون اللي انا شربه ونسبته فقروي اكتر من نسبة كرات الدم البيضة والحامرة انا قبلت التحدي بتحرمني من سروتك وتوزعها على ثلاث نسوان يا مراهق وبتوزعها بالقانون قانون انا هرجع الفلوس دي هو بالقانون القانون هيكتب بعد كده باسمي هيبقى اسمه قانون عبد البديع الارندلي اتافي انا مش جاين نقعد احنا هنحط الحاجات دي بقى ونتكل على الارتين اهلا يا واتني اتفد ايه في حاجة هاني يا واتني تعال هب حط الحطة هناك هنا على البفيدة وشغاله ايه حضر فاني العصفير نحطها فين يا دو في البلكون طبعا يلا في البلكون حضر وده اكل العصفير وده اكل السمك هاني بقى هاني سمكتين الزينة اللي هنجدول جايين مخصوص من قاع المحيط الاطلانتي عشان يوانسوكي هم وجوز العصفير اللي في البلكونة بس دول جايين بقى من قابات البرازيل يعني انت حولتين اتجمع في بيتك المؤقت ده طرفين من طرفي الكرة الارضية طب طرفي الكرة الارضية هو فين لكن ايه حكاية بيتي المؤقت دي؟ اتنين وسبعين ساعة بالظبط وهجيبك على السؤال ده اثبت المنبي متاعك على ثمانية ونص السؤال 12 ساعة من دي بات عشان اعاد عليك من تحت اختي ليه ده كله؟ انا مش فهم حاجة احسن احسن انا اكتجم مش فهمها المفاجأة با زي انا بخترع عليك مجرد اقتراع احياني ان سبكتان الزينة يبقى اسمهم دان وعين والعصافير يبقى وعين ما تنسيش ده من يا ونص بالظبط ما تنسيبنيش ملطوح يلا يا وطن ما يبقى عاية وايه اللي بيحصل؟ كويس انك جبتني هنا البلد بقت زحمة اوي حتى المباني ما بقاش في عزوء زي زمان برافو عليك يا دوليو انا متهيلي كمان النيل كان اوسع من كده ام ام ما فيش حاجة بتفضل على حالها غير عادات وتقاليد ولاد الاصول اللي زي كده ودول كمان بقى الليلين اوي عارف يا بودة انا بقى لي كتير اوي ما تفسحنش من ايام بابا الله يرحم الله يرحم هو الوحيد اللي كان بيفسحني كل يوم كما و بعدين ايه الدموع دي تعالي انتفق على حاجة ايه من هنا ورايح طول ما احنا مع بعض هاي تشوف عنيك فرحانة وده فعلها تأكد ان ايامك اللي جاي هتبقى احلى كتير قوي اللي بعد بس اللي راح كتير واللي جاي الليل يا بودة مين هالكده يا حبادي متوسط الاعمار دلوقتي زاد جدا عن زمان الناس بتعيش سبعين وثمانين وثمانين اه وهو سلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بصلي جاوبني قرب كمان قرب هنا جنبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي هو ده المكان اللي يليق ببنت الحسب والنسب سليلة الأرندلي باشا ده لي يا بودة طبعا يا حبيبتي بس بعد ما يتفرش بفرش جميل يرجعك للزمن الأجمل هنا دولت هتبقي دولتاني من الأرندلي بعائق وعائق مش تحتة اللي انت كنت عايشة فيها دي هنا يا حبيبتي هتلاقي الجيران اللي استعققوك وتستعقيهم مكنش لازم تسيبيهم أبدا مش الجيران الحوش اللي يرموا الناس بالمية ويجروا يستخبوا زي العائلة الصغيرة ما عندهمش شجاعة المواجهة خايفة سدعك بوتة قل لي خايفة من الدنيا كلها إلا أنا أنا أرندلي من ساسي الراسي زي زيك بالضبط الدم اللي بيجري في عروقي هو نفسه الدم اللي بيجري في عروقي عني لتنين فرعين من شجرة واحدة شجرة ندرة للاسف كانت تنقرت من الزعمة والحوش والناس الزبالة لي من غير أصل ولا تاريخ ليسا خايفة يا حبيبتي ليه؟ حاسة أني بأحلم وهي الأحلام تخاوف يا دولت؟ وكمان محترة فيك لما أنت جواك المشاعر دي كلها ما عبرتش عنها من زمان ليه؟ أنا كده منطر أعترفيك ولو إني ما كنتش حبيت كلها في الموضوع ده ليه؟ عم نوح الله يرحمه بقى أنا خايف أحكيلي بترجعتش لي منه تانية وانا ما صدقت انك صفيت نحيته من ساعة ما مات واسابلك لازم أقولك ده واتح أكتر بوتها أنت عارف أنا كنت قريب من عمي عنده وللأسف كنت بسمع له يتدخل في التفاصيل حياتي كلها لما تحركت مشاعري نحياتك زمان بكل سلزاجة رحت حكيله فجيني بكلام ما كانش يخطر على بالي أقول بوتها أنا زبعك حاسسني أنا أقال لي كتير اللي أنا أفكر فيه أنا ساعتها كنت لسا في مدية حقيقتي العملية تعرف أنه ما يحبش زاد حالك الدين هو قفل في الجوازات أنا كمال ما كانش عندي الشجاعة الكافية إن أنا طمرت عليه وأدافة على حجم القصة الحق في الجواز أقول بوتها أقول بوتها أنت بتبكي أنا ما أكرش إنه صعبة عليها نفسي أنا ما أكرش لما تشوفيه نوعي أنت الإنسان الوحيدة اللي ممكن تشوفني في حال تطبع فيك أنا أنا أبنيش يا دولت إن أبويا كان فاير كان حاسو في الدنيا ليل وزي حاسو أبوك أو حاسو عبد الوح أنا فاير بس أربنا لي ومنا أربنا لي أربنا لي أباً عقد لي يا عمي كده لي توقف بقدار الفار بيني وبين حق عبرين بس بوتها بس بوتها بس بوتها بخلاص أي تبوتها بس عبيب دولت أي بوتها يلا بنا روحك يلا بك يا ترى واحدة زي الأمر زيك وشبابك ويا مالك ده تابل تتجوز واحدة عجوز وتخين زيه لا عفو يا أستاذ أنا فين وإنت فين بس المنضوع ده مخاطر ليش خالص على بال قبل كده ودي وقت خالص فكرك واسق ده مجرد اقتراح وأنت طبعاً قادرة مني بعريبة أخوكي ممكن يعمل إيه لو أعرف أنه عندك السروي واحدة واحدة علي يا يبي اللي دمغي كده لفت أنا أمه ما تديش نفسك بالموضوع ده أم عرب أنا في كل الأحوال مش هتخل عنك لما عربت منك حسيت قديد إنسانة طيبة وتستهلك كل خير عشان كده أنا خدت قرار مع نفسيه أنا مش هعرف أبداً منككتف وأنا شايف فيه خطر بيهددك حتى لو كان الخطر ده من عارب الناس لديه هتتصرف إزاي؟ هو على قد الفرحينه بس تناسي شهر العسل اللي بيستك فيه تنت دولة برضو دي هتصرف فيها عارف هتصرف ما أمكش المهم الفرحين أعمل إيه؟ لا حاجة محتاجة مخمخة بقى ومصاريف وكلام منت يا ربي عشت وشفت ابن يبتز أبوه ولا يعني ما كنتش ابنك لما مضتني على شكاية ووصرات أمانة ماشي عالي ماشي يا ابني يا ضناية نخليك فاكرة طلباتك لا، ما حاجة راجع لزوءك بقى الرقم اللي هتبتج وعاخده وأنا مغمت عناي وما تفهمني جهلت تي حاجة بس بنجيب بها سولة كده بعد وقف الحادة اللي حصل لنا وناديم وإحنا عادين جنبك مه محكمة ثانيا يا ربي ما هي يا بولم؟ ما عليش يا البديعة أنا ما كنتش حابة إن أنا أقللك في وقت زي ده بس الحقيقة أنا الخبر اللي عندي ما ينفعش يتأجل يا سيدنا يا ربي خير ما دام أشجان رضت عليها في التليفون طلعت متجوزة؟ مزي ما دا كلام يا عبد البديعة؟ واحدة أول مرة أتكلم معا في التليفون أسألها أقول لها أنت متجوزة ولا لأ؟ خلاص خلاص نتقابك بعد نصص ساعة في القهوة سلام ما وضعش أكله كبير يا عبدو أنت ملك إنت خليك كل اللي أنت فيه عندك حل وصد الشيك اللي هكتبه ده ولا هحط الشيك في جيبه وامشيك دا ودي تيجي فرضو اكتب أنت بس 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 بحبح إيدك شوية واسيب البيع على علوة ابنك ماشي يا علي ماشي يا ابني يا ضنايا ماشي يا علي الجنة تحت أخدام الأمات أنت عارف حضرتك ليه؟ عشان الأم بتضحح عشان عيلها اللي أنا بطلب من ساعتك دا إيه إيه جنب اللي عملته شادية فيه لا تسألني من أنا لما بعت ضناها عشان تصرف على بقية أيالها راحت اشتغل تخدامة ودقت الزل ولا هسير تأمينها بس أم السينما المصرية العظيمة في من أجل أبنائي وليه فتن حمامة في إبراطورية ميم؟ من فضلك كفاية أنا بقى بكره السينما السينما هي اللي ضيعت مني كل حاجة ضيعت مني أجمل قصة حب كان ممكن أعيشها بسببها بعيدت عن نوح بسببها اتجوزت عبد المولة أنا بكره السينما وبكره عبد المولة واليوم اللي شفته فيه أنا محسيتش أن أعيشها للبعد ما طلعني طلق بقى وطلع من حياتي للأبد بقى إنا أنا مش فاهم أنت كنت مستحملة تعيش مع الرجل الغابي ده إزاي دليل أنه غاب يا هانم وما أصرش أنها تبقى طلقة واحدة عشان يبقى فيه أمل مش مهم مسير يندم ولا ما يندمش أنت اللي حظك حلو أصلي ربنا قبل ما بيقطع من هنا بيوصل هنا مش فاهمة فاهمها جايش جاي هانم جايش جاي هانم نوح بيل أراندالي الله يرحمه قبل ما يموت ساب وصية ليكي بـ 11 مليون جنيه وشرط الوحيد للوصية دي عشان تستلمي من رأسك أنك تكون أرمالة أو مطلقة نوح نوح سيب لي أنا فلوس بس هيبلك كمان السيدي ده وصاني قبل وفاته أنك لازم تشوفيه فضل يا فان ايه بس ايه اللي فكروا بيه بعد السيدي ده كلها؟ الحياة يا عم نوح اللي أرحمه عمره ما نسيكي أنا فضل العمر كله ندمان على التصرف السخيف اللي عمله معك بسمحلنا بالسيديه عشان تتأكد من صحية الكلام اللي بقوله نعلى الرموتهم ياه وحشتين يا عشكان يا ترى لسه فكراني عكس أنا شوي فكراني ولا لا الزمن خلاك تنسيني أنا عن نفسي ما نسكيش أبدا وعمري محبة إنسانة في الدنيا بعدك أنا عشت الباقية الباقية من عمري مخلص لقصة العب النبيلة اللي كانت فيهم من الأيام بيننا حتى الجواز يا عشكان ما فكرتش هتجوز لإني لو كنت تجوزت كانت مراتي هتتبقى مظلومة ظلمة باين لإنك أنت ما باديش عن عيني لحظة واحدك يا رب يا رب تكون السنين اللي فاتت داها هعدت عليكي وانت في سلام وأمام وساعدة وكان حظك فيهم أحسن من حظي أنا أنا حاولت كتير أعتذلك النهاردة أنا بأعتذلك بالطريقة الوحيدة اللي أقدر عليها وأظن الأستاذنا بيتكلمك على حكاية الحناشر مليون جنيه سدقيني يا عشكان لو كنت أقدر أعمل أكتر من اللي عملته كنت عملته لكن أنا اللي عملته دا أقصى ما يسمع به الشرع يا ريتك تقبلي من المبلغ دا يا ريت ولو إني عارف كويس قوي إن فلوس الدنيا كلها مش هتعوالك أبداً عن الموقفية اللي كان في يوم من الأيام بيننا سمحيني يا أشكان سمحيني سمحيني ودعيني بالرحمة في الأخرة دعيني بالرحمة في الأخرة زي ما أنا طول عمري وأنا بدعيني بالسعادة في الدنيا أنا حسنة هنتقبل 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 في دار الحق لا لو لنا نصيب إننا هنتقبل كين كريم أهو الله يرحمه هو هو ما تقمت أنا عشرة أيام تعريباً آآ وبالنسبة للفلوس إن شاء الله يعني آآ أول ما بتقسم التركة هنبعث لحضراتك تنزلي مصر وتستلم نصيب ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه سبري أنا آسف إذا كنت تتحبت عليكي وحددك بس الحياة إذا ما عبرتش ما كنش جانبك في المحظة دي أفندي إذا أعزنا سيبكي وحددك ما عنديش منا بس أنا قابل سيتك وقابلت جوها لأنا عليكي قوي حضرتك مش شايف إن الكرام ده كبير قوي على تلين ما عارفوش بعد جايز حضرتك ما تعرفنيش بس أنا عارفك كويس قوي تعرفني؟ تعرف عني إيه؟ عارف إن الجوهرها من طراز نندر ما نتكررش ست من الصعب جدا إنساني قابله تاني لو رأى حمل بالإيه دي عارف إن حضرتك زهرة برية فوق جبل عالي ما حدش يقدر يطلع لكن لو حد قرب منها مشامل إحدا لا يمكن ينسى ريحة أعترها اللي بيفوح عليكم جوله حضرتك من شايف إنك بتبالك شوية في الوصف ده؟ أنا عازل جهانم عشان ما تعرفنيش بس أنا عارفك كويس قوي أنا شفتك لحم ودم من خلال كلام عم الله يرحمه عشان كده أنا صرت إن أنا أجي عشان أتعرف بإنسان نادر في إنسان هذا ده مرسي؟ أشكريني يا فندم لو أنا ببالغ عم منوح الله يرحمه مع كل اللي قالوا عنك موفكيش واحد على من يقول من حقي عشان كده ترجم دابل في الوصف مش كده؟ هو حسن هكده بس هو قال إنك ما تتعليش بالمال دي أكتر حاجة عنده حق فيها سمحيني يا أطلب منك طلع الأخير قبل ما سيبك واتخل جوا خير؟ أكيد عم منوح الله يرحمه لما بعث لك السيدين ما كانتش يوصل قبل أنك تبيه في الحالة دي عشان كده أنا حاسس بيه هو من دايق قد دي دلوقت هيساعده آنم لو حاسد إنك سامحتي وهيساعده أكتر لو شاف على وشيك الجميل ده ابتسامة خفيفة بس تعرف تعرف إنك إنسان مهزب جدا معنش أنا ما أصلك ما تعرفينيش اسمحي لي أقدم لك نفسي أنا اسمحي للبديئة إلى العندلي يا جلسοι يا سيلين يا أهول الله عند الله يا جلعة يا جلعة يا جلعة يا جلعة موسيقى الموسيقى حدا عرفه؟ حدا عرفت عزام تكمان رئيس الوزرع ووزير الدفلية والخارجية ووزير الشباب والرياضة وكبير الياوران وقموحة كبير الياوران عمع مش غريب دعو انت متعرفش تنتزوزن موسيقى تنتو زوزو، أخت تنتو جولنار باشا أغلي الفرح التوركي بتاعنا في اسطنبول مالش 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 ما دلاش إنت لما حتشوفهم حتعرفهم على طول يا ربني أنا كمان الأسماء بقى بكتوهم إني خالص نجد الأشكال مبتضمياش ده ماندوب الرئيس ده اللي جيه ولا؟ ليه هو عزة؟ المعزين فين يا دولي؟ تجيز الدعوات ما وصلتش انت عارف الجوابات متتعخر في البصر أحسن إيه؟ يعني مش عزين حد يحسدنا أو يبصلنا في فرحتنا أما أنا يا حبيبتي محضر لك حتة مطرب نديم جاهز موسيقى والآن سيداتي يا نساتي ساداتي مع المطرب المحبوب عصام خطاب موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ألو؟ المترجم للقناة اسمع وانت جاي بكرة ان شاء الله ابقامش على اقل اقل من مهلك احنا عايزينك ربنا يخليك لينا وما يحرمناش من دخلتك علينا يا اخوي خلي اليوم يعدي على خير هيعدها لخير مدى منيتنا يا خير هيعدها لخير وكلو هيبقى تمام التمام وحشتيني يا اشكاة المترجم للقناة اهلا اساجها نعم خير حقيقة الوقت مش مناسب ليه في ايه؟ يعني ايه مش هينفع في التليفون أنا بكرة مستفاضية لا لا ما عنديش استعداد تستقبل أي حد مشغولة يا سيدي عايز تدخل في حياتي الشخصية أنا كمان تصبح لخير مع السلامة اه لو سامحت تحت عمرك انت وديتك تغلص الزعكام اتنشر الدور ان شاء الله عظيم هستعزلك لو المدم الاول انت فاكرني اه طبعا يا فانتم العريس لو العروسة بقى صحت قبل المرجع لا قدر الله يعني وسألتك عني هتقول لها اني لسه يضب خارج ومش هتأخر هجيب حاجة بس من بره ورجع التالي اتفضلي هيا يا فانتم مرسية مرسية يا راجل اللاس اللي بعضينا ما تنساش معاش يا فانتم هيا فانتم ايه العسر ايه الحكاية والله علم علمك الزهرة حباة الزرقة مشتغلتش مفي عسين كده لما بينفى معهم حبوب ولا بينفى معهم طاب لبلد ايو عبدو. انت لسه نايم? المفوضة كنت صاحي الساعة خمسة الصبح ليه يعني? بقى انت قلم صاحيك لحد دلوقتي وفتحة تليفونك ليه? مش خايفة تقفش. اخرى. انت بتسحة فوق عليا. حققك عليا يا سيدي. انا بعمل لبا اصلحتك. سيبك من اصلحتي. فوق كده ويلبس عشان عايز قابلك. دلوقتي. يو بعدين. حاضر حاضر. ايه ده بس. انت فين دلوقتي? انا نص ساعة كده وهبقف من در ماي. طب اللي انت عايزني فيه ده ما ينفعش يتقل في التليفون. يعني هو لو كان ينفع ايه لي ينزلني بالفيوم لما اصل. طب هنت قابل عند بطل الزير بقى ولا فين? يا خفة. انت عارف القهوة اللي مكتابل فيها انا وعمك نبيل قابلنا لناك بعد ساعة بالزبط. طب بقول لك دلوقتي لو انا اجد. علو? عبدو? بزي ما فيه كده يا كده عني. يقلقني وبعدين يفل السكة بفشي. همان عايز تاخد الفلوس دي كلها من غير ما تتعب ويطلع عينك كمان? طب بصدت البركة اللي انت جوزها دي ما صار هي دلوقتي. انت تتحقق معي انت تسمع وانت ساكت. انا عايزي. انا عايز منك حاكتين. بس الاول اللي قول لي اخبار عامك نبيل ايه? قلب عليك الدنيا. وعلى انا عليك قلب عشان كده ما يكون تليفون لهم بايا لك مقفو. ايه با عامك? ايه با عامك? عدا العروسة. وكن عايز اتبع لها باستباه دلوقتي يكونها مقفو. عيني على المعالاة. شفت بوكلة. شروع ماشي حسب الخطة الموضوعة. اول حاجة هتنفذها اللي لدي. بعد زفت انهار بربع سهب كتير. مش كنت اجللت شوية. على هلا عشان صحيتها كيانا. ولا. قصر منها زمن. لو فتحت بقى بكينة ثانية من غير مقزنة. هتيبقى انت اللي جبت لنفسك مقفوم? انطق. انطق ولا هسكو بقى? هتحرني معك يا عبد. لما يبقى فيه سؤال مباشر ترد. التمالك بيت غبي كده ليه? الحاجة التانية اللي انا عايزك تنفذها. هتنفذها خلال اسبوع من دلوقتي. بس دي هتتعبك شوية. ايه في ايه? ساعات تنزد تقولي الاول انا هعمل ايه بعد الزفت تبتحت النهار دور بساعة. هيا هيا اخبار. موسيقى 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 صباح النور والسعادة والهند صباح يمبركة يا روصة صباح يمبركة مالك هابطة تتعمل مش عارف ربود هو إيه اللي حصل ايه دي واحدة ايه وعدة تنزلي كده هابطش حد يشوفك علينا حاضر اخدني بقشيش مرة اه موسيقى سماء خير يا فن سماء خير شو كان ايه بس اخناص يا فن اخناص يا فن انا اخناص انا اخناص انا اخناص سبك تير او فن انا اخناص اخناص انا اخناص اخناص شكرا اتا اين روحي خلاص هيا يا حبيبت اه بقولك يا رو يلا اخسيني وشي كده على معمي في تليفون بس اتطامنا على الولاد لو ده بديكيش يعني لا يا حبيبي ما ندايقش والحاجة براحة بك ها 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 اصبع ايه يا حبت? لا 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 كده هتقلقينا عليك. مالكوشي كاسور ليه? بودع. نعم يا راي. هو ايه اللي حصل امبارح? ده سؤال. طب يجيب بكبلك ايه? احنا قابلينا الليلة العمر يا راعي. ما اولي مش فاكرة? انا اخر حاجة فاكراها ان احنا كنا بنلعب. اه بدأت تتجمعها صح? اه? وبعدين. وبعدين ايه? بعد ما لعبنا بقى ايه اللي حصل? لعبنا لعب. مش ايه لعب. الله. امو لان امت امت? انت يا عبت امت زي الملاك. ابو طه انا مش بسألك كان شكلي ايه وانا نايمة. انا بسألك نمت امت وازاي? ازاي يعني ايه? نمت عادي يا حببت. زي اي حد بينام في ليلة زي دي. ايوة زي. هو ايه اللي ازاي ازاي. ما تنامي زي ما تنامي يا حببت. انت ليه شكلة نفسك بالموضوع ده? المهم ان احنا نمنا ووصحينا النهار ده في الجناح المركي. بقى ابو رجل في ايوم زي ما كنا بنحلم في اول يوم من ايام شهر العسل. بالهنا الشفاء. شكرا بلي حبت شكرا بلي? يا شوان خلصت زي? درجة درجة أنا نفسي في حاجة نفسك في إيه يروحي طول هم جميع أنا صغير أحلم أن يوم صباحاتنا تأكلين جوم بيدك الجميلة دي بس كده يروحي حاضر أنت ما تجيب مالكة مالك يا روحي حاسة بحاجة؟ مش عارفة دي مالي بتلف طب هلتح هلتح ياببتي ده من قيلة النوم احنا صاريين لحد بفجر نلعب ايه؟ مش عارفة بمتميري ايه؟ مهي بحاجة بس بحاجة تسرير بس رايح؟ فيحاجة بس بحاجة بس بودا نعم يا راح بودا القودة بتلف بودا نعم شاية حنبقتك التعادلنك ده اه اه ها هم تحب أحكيلك حدودة قابل النوم؟ امم حكيلي بودا اه يا مكان يا سهدي يا اكرام ولا اي حلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان فيه شاطر اسم عبد البدية بيحب زت الحسن والجمال اسمها دولي لكن عمهم نوح المكار فرق ما بينهم وهم صغيرين دولي دولي يا الله تسمع على خير يا روسا وانا قابلت زواجها على سنة الله والرسوله وعلى مذهب الامام ابي حنيفة النامان وعلى الصداق المسمى بيننا الف مبروك بالرفاق والبنين سمعونا زغروطة يا حبايب خيوة عمال لا حقا كي على عبالك مش عارف اقولك ايه والله والله إلا قلت كلامها بالليل حبيبي يا بنا ده مش جاهد من هادة فيه يا باب يا باب قال مبروك يا ابو ناس على فكرة يا جنبونا اول مرة شوف ابني يشهد على جواز ابوه ويحضر فرح ويبقى مبسوط اوي كده وهو بيتجوز على ابوه ما شاء الله القالدي رضعين صناعي ولاد أصول يا زميل وما الفين عروسة وتطلع بقى ست العريس العريس قاعد مستنيك على نار بسم الله ما شاء الله لا دي أجمد من التانية بكتير تانية بيه؟ هو في واحدة تانية يا كابتن خالته معالي مش كده علي هو ده سأقول يترد عليه بس كده بس السف جاهز يا سيد المعلمين عالبركة وصع طريق للعرسال يا لأ سمحوا وضوء النزار يلا يا الاشرالية اللي حعلوا الحكي الضارة عيداوه الجولية وربيني يزواجل وكانه وزخراتي يا منتعة يا الاشرالية اللي حاجل وحاجل وحاجل لحظوهم فيها تسلمين انت يا الاشرالية عشت وشوفت ابويا بتزفف طبطة لا صحيح قالي ايش غورك وانت بتزفف ابوك في ومين وارا بعض وعن ادوش عرأس مختلفين وخصوك ايوه ايوه لا 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 ولا ازعاج ولا حاجة ده احنا لسه صحيين يا اخوي ما فيش حاجة طيب طيب حاضر على عيني حاضر ثانية واحدة ثانية واحدة ياسي عبد البديع ايوه ياسي عبد البديع ايوه حويت فيه ده الاستاذ علي عالبني ايوه دهاره مش فايت هو الامل ازعاج ده عشان خطري ايه ده عليه ده صوته زي ما يكون في حاجة لقدر الله وحش مهما كان يتصرف مش عاكم علينا اللي لادي لش بالراحة ايوه علي في حتى الكلم اللي لادي يا احمر الله 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 جرايا عبدو مش انت اللي قلتلها تصل بيك بعد ربع ساعة من وصلك الاصر امتى حصل الكلم ده انت عايز وحصل امتى يا انهار يا سويت في ايه طميني جبتولها الدكتور ولا لا لا بس بنفكر نوديها الميكانيكي من باب الاحتياط اي طي 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 خلوها زي ما هي انا جاي حالد حالد مع السلام يا علي اسكر يا عبدو ابويا جامد يا جدعان الدمع هتفر من عيني يا ناس سيقع لي كل الاولية لانت متكلم وقايل في ايه لحسن قلب حيقع في رجلي من كتر الخوف منا بنتي ملاحظ ملا عليها انا مش عارف مين قالها ان انا اتجاوزت ان هلا وقعد من طولها وقعد تسرخ وطعيطه وصلها رحها فيها زوريها شحطة واتخرجة بقلها سنتين ولحد دلوقتي ما تنامش غير في حضني ولازم انا بحكي لها حواديت والعبلها الشعرها مش عارف اعمل ايه يا دي عايزة عمل ام يغويا ام عشان خطري يا بوسي ايدك اتطمن عليها وطمنني عشان خطري واسيبك معقولة لا احنا هنروح من بعد فين ما الايام جاية كتير يا سي عبدو اقوم لا لا انا مش ممكن امش واسيبك الى بلادي ده ان ما يبقاش عندي اصل ولا بفهم في الاصول لو اخليك تفضل قاعد هنا ثانية واحدة قوم قوم يا سي عبدو وروح واتطمن على ضناك ولما تلاقي الظروف تسمح يبقى طمني معاك عليها يا اخوي انا جدا مش عارف اقولك ايه بحاضر يا مر بحاضر ماتعرفيش غلوتك هاندي زادت قد دي هنروح اتطمن عليها وطمنك وان شاء الله متعوضها انتو لسا ليه وقفين يا ابن انت هو مستنين الاوامر يا مالك الترس لا رواحه خلاص لما عوشك اتصل بيك السلام عبدو ايه انا كلمتك في الوقت المناسب ولا لا اقدر الله الفاسكات وقعت في الراس يا سافل يا قليل انا اتطلع الفايوم على طول ولا هتحمل من موقف الاول يلا بينا معلم احنا كمان يلا بينا عاجل انتو واتسوا يا موكة من السويس ايش اللي بدعنا بتطلين علينا اسميته ايه اللي بتعمليك دا يا دولة ولا اسميته ايه اللي ناعد هنا الواحدي الناس تفرج عليها الناس مين يتفرجوا عليك ويتفرجوا عليك اللي ايه يا سنتي عروسة عريس هزبها بعد ثلاثة ايام في شعر العسل وسافر ده انا مش حبقى فورجة بس ده انا حبقى حدودة انت فاكر لو انا هناك هشوفك كل يوم من حبقى فنفس العامة وارجة على اقل حبقى في القصر بتاعي الواحدي وبابي مقفول علي ومحدث شايفني ودموعي على الغد دي يا انا عيزان يا دولة هتخلى عنك بنت وهي في الظروف دي لا طبعا انا مقولتش كده دي برضو بنتك اللي هفيك اكتر مني خلاص دولة رجعها هدومك مكانها وانا خلاص مش هنزل بس ايوه عشان يقولوا علي بدأت الشجل لمرات الاب وخدتك من حجن ولادك مش كده يا انا عمل ايه والله ما اعارف هاملك ايه عشان ترتاح انا عارفة انها جوزة بالاخباطة من الاول لكن هقول ايه انزل مصر عشان تتطمن علي بنتك وترتاح طب وانتي انا حاستناك في القصر بتاعي لغاية ما تزور بنتك وتتطمن عليها وتجيلي عشان تعرف ولاد الاصول بيبانوا ازاي وقت الشدة هاها بيت موبايل بايل طبعا اللي على السلام ساعدت البيت اللي اهربش اتفاقنا ان انا هنتكلم في البيت وهو حرام اني قلب السواريه في البيت اه بس بتهيال اهدوم البيت اريح اصلا انا احب ادلع نفسي مش معقولة اكون شرية الهدوم من غالية دي كلها وفي الاخر احطاها في الدولاب للعدة تاكلها خلاص هلا هلا كنت قلتلي انك لقيت حاجة كويسة نستثمر فيها فلوسنا تمانك بتتكلم الاسمك مش احسن منلعب انا مش عارف لي احسن ان الفلوس غيرتك من فضلك خلينا في الشغلة احسن الموضوع في الملف ده بص عليه بسيت مفهمتش حاجة انت الحاجة؟ الجواب بيتقري من عنوانه بسيت مفهمتش عالكلام بص على الصور اللي ورا دي الله يا بودة ضحفة روعة انا كنت متأكد انها هتعجيبك تجنن يا بودة يا حبيبي يعني كان لازم تلف اللفة الطويلة العريضة دي عشان تعملي المفاجأة الحلوة دي كان لازم ش Bah اللي صدقتك انها كاية تكلم معي في شغلة مصحية وشاي الملف عشان تحبك الحكاية اترك جايبلي هدية بودة هديت ايه؟ المجاهرات دي تمانية أربعين مليون جنيه كم؟ مجموعة المجاهرات دي من اندر مجموعات المجاهرات اللي بتعمل عليها مساهدات في العالم كله سواء فصالات المزاد العالمية أو على النت الهؤد اللي قدامك ده 8 أعدل مليون ونص دولار يعني 9 مليون جنيه 37 إيرات وأربعة من عشرة معمون من الألماظ اللي مصنوع من أكتر من 100 سنة في سنجافور بيني وبينك مش غسرة فيه ده كمان يشبه الهؤد اللي كانت لابسها الأميرة فوزية ومفرحها على شهر إيران أنا كنت شايلة صورة بتاعتهم في كتابة كيميا بتاع المدرسة وانت كنت تولدت أيامها؟ المجلة اللي كانت فيها الصورة كانت في مكتبة بابا الله يرحمه انت عارف إنه كان بيحب يجمع أخبار المالكة من ساعة ما كان بيشتفل عنده الله يرحمه الماسة دي دمانها كام؟ دي قربت على المليون دولار غريبة قوي أن عمري ما شفت ماسة سفرة عشان كده غالية ما سنذرة انت عارفة دي كانت ملك مين؟ قيصر من قياسيرة روسيا في قرن التسعتاشر دي وزنها الواحد وستاشر قيرات وثلاثة من عشر وما لك بتقول وزنهم بالزبط قوي كده هو أنا مخوناك ولا حوزن برا؟ لكن انت عرفت المعلومات جي كلها منين؟ من الملافة اللي في ايدك ده اللي انت مش فهمة منه حاجة تفيح الان وبروشات أهلا شايف البروش ده؟ شبه اللي كنت بتلبسه الست؟ ست مين؟ سيتم وكلسوم آه نه رحضة بحسيلي بيها حلو قوي تكري انت حرفت المعلومات جي كلها بلين من عناتي حبكتي ده الموقع اللي عناتي اللي عليه المجاهرات اهو ويب سايت اهو عليه صور المجاهرات وتفاصيل عن المجاهرات دي وتفاصيل عن المجاهرات اللي اقيمت ايها كبه دخلي عليه بقى وتفرجي براختك مين؟ انت انا يا بودة انا ولا لي علاقة لبالنت ولا بالكمبيوتر ولا بالحاجات دي اصلا لا بنت لازم بقى ليك علاقة عاش انت عارف ندور فلوسك تستسميلي امارك صح انا هجاب لك لاب طبعا ايه؟ وده ليه علاقة بالنت؟ لا ده موضوع كبير بعد انتفاهم فيه المهم انا هسيب لك المناف بزيلي فيه مجهود شوية وفهمها لقد ما تقدر لي بس بسراحة وايه لازم تستربعها؟ يا حبيبتي انت صفقة العمر لو ضعت مش هنعوضها تاني اذا كنا عايزين نستثمر صح بقى صفقة العمر ونستثمر صح لا بقى تعالى فهم افهمك؟ اما احنا بنعمل ايه من صفقة؟ معقولك كل ده في مصر؟ بتعمل ايه عندك بس؟ حراموا عليك تعالى بقى حاضر يا حبيبتي من عناية الاثنين اخلص بس شوية الشغل فيدي واجيلك هوا انا ادرت اخر عليكي يا سلام وكل المدة اللي فاتة دي ما كانش تأخير يعني؟ غزل عني والله يروحي هو انا مشتغل عشان ايه؟ مش عشان اقلق بيكي عشان عايشك في المستوى الاجتماعي اللي انت عايشة فيه مستوى ايه انت بتكلم عنه؟ انا فلوسك كلها تحت امر ايه اللي قالت لها بلسنة تعالى بقى بس سبنيش لوحدي فلوس ايه دي اللي تحت امر يا حبيبتي الفلوس دي لو سمحت فلوسك انت انا من عيلة برضه وعارف اتزامات اتجاه شركة حياتي معلش حبيبتي فيه حد من الاعمال اللي على الويتين هكلمه واطلبك تاني على طوش ايوه ما تتكلمش حسان ما تذيب فورك وانقدر يلا حبيبتي باي باي ايه انهار ايه انا جاي في السكة هاو اعمليه قهوة تاني على ماجه بقولك انهار وانتوا عادين فين ايوه برافو عليك يا حبيبتي انا عارف ان كنت بنت بلد وعارف الاصول بس انا بغير عليك طيب واش ديها واحدة وكون عندك مع السلام طيب افضل يا اساس حامد الاه ملوش لزوم يا هاني ما انا شربته قبل كده يا خرابي انت عايز عبدالبديعبي يزعل مني؟ انا لا يمكن ازعل من روح علبي ابن مساء الخير مساء الخير يا فان اسمح لي اقدم لك نفس انا عارف كل حاجة يا اساس حامد افضل استريح اعودي انا هافي حاضر حاضر اسمح لي اقولك ان انا مش عاجب من الرقم اللي عرضت على هذا طيب انا ممكن اعرف ايه اللي مش عاجب ساعاتك فيه لزبط الهانم لما عرضت علي الفكرة انا حابيت اعرف التفاصيل اللي واعرف الاسعار اللي عرضتها عليها طيب تمام؟ لا تمام ولا حاجة يا اساس حامد الاصل زي ده متأجرش اقل من عشرة تلاف جنيه في اليوم لا 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 الكلام ده مش صحيح اعودي اعودي بس ما تتحميش قوي لو اسمح عشرة تلاف ده كمان لما تبقوا ضغطين على الراجل او هو مجاملكم بس هي دي مية التأيير ايه بس المبلغ ده مبلغ فيه حبتين عموما ان الرقم ممكن نرفعه من سبع تلاف لسبع تلاف ونص في اليوم وملك جاي على نفسك اوي كده انا خليه 8 تلاف عشان خاطر الهانم لا سيبك من هانم انا خليك معايا انا انشار دي خليك ليه وما تحرمش منك اسجع البيضاتين اه عشان خاطرنا يبقوا كاما يبقوا 8 تلاف ونص في اليوم وما تنساش ان احنا محتاجين القصر اكتر من 15 يوم رأيك يا نهار وفي رأيه بعد رأيك ولا شهرة بعد شورتك اتصرف وعمل كل اللي انت عايزه لي فيه الصالح اعمل طيب خلاص جاهز اوراقك اخد ده الكبت بتاعي هات انا ما تجاهز العود هاتها راجعها اه بالمناسبة احنا في عندنا شقه التانية في الزمن الكبير على الميل خمس قوة بوتين لسيبش هتنفعكو دي يا سلام دي عز الطلب ده الاستاذ صلاح ابو سيف اه ضايخ على لوكيشن بالمواصفات دي الاستاذ صلاح ابو سيف عزه الاستاذ محمد ابو سيف استاذ صلاح ابو سيف تعيش انت ده الاستاذ صلاح ابو سيف ده انا كنت بحب أفلم وحب ما تأخذنيش يا استاذ عبد المديع اصلي منه انا صغير وانا تحت جناح الاستاذ الله يرحمه ومن بعده بقى ابنه الاستاذ محمد اه احنا هناخد الشقة مش هنختلف يعني لا لا دي بقى هنختلف لاحظ بقى ان انا عارف الاسعار كويس قوي الفين ونص في اليوم كويس معقول معقول بس دي بقى لازم تاخدوها فترة طويلة عشان تجيب تمنها احنا مستعدين نمضي معاكم شهر مقدم يعني حوالي خمسة وسبعين الف معقول فضل ونعمة انا خيرت الله هتجيب عقد ايجار الشقة والاسر مع بعض ومعهم العربون اللي التفان عليه هنتقبل امتى بعده بكرا مناسب مناسب جدا شرفت وانست اما اسمعا والله ما تتعبوا انا عارف الطريق الوحدة السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم كمسة مني؟ هو انا قدر ما انبستش يا خبرة بيادرب انا يخليك لي انا تحربش منك يا رب خايف علي وعلى مالي وحبيب لي الخير هو انا لو كنت الواحدة كنت عرفت اعمل كده ما كنتش هادل بل بولك ايه انا هار خلي بالك ما حدش يرف حاجة عاللي بيحصلت ده خصوصا غريب اخوكي لو عرف ان الجايل الخير متأجيل الاصر والشق مش هيسيبي بايه الترتيب الجامل ده عمد يا ابن احنا لسه بالقول يا هادية النهاردة انهار مضت على عقد البيل الاصر وشقة الزمالك بلعبة بثلاثة عريفة تعرف ازاي؟ ازاي؟ عقد البيع وعقد الاجار مختلفين عن بعض في الورقتين الاولين بس الورقة الثالثة سابتة بتاعت الاحكام العامة والاختصاص القضايا وهي دي اللي مضت عليها وكتبت لها كمان انها استلمت كل مستحقتها بعد كده انا بدلت عاد الاجار الورقتين متوقع الاجار وورقتين البيع ان شاء الله لما ترجع بالسلامة هيكون شفته مشتري للاصر ولشقة الزمالك طيب بس انت الوقت اللي مبدأ الاصل هي قاعدة فيه الحكاية كده تنكشف ولما تخلص نعم وضوع الارض يا ابني مين اللي قالك ان المشتري لازم يستلم ساعتك؟ انا هكتبه مهلة في العالم شهر على الان ايه بالارض هتعمل فيها ايه بعد موضوع الشرك المساهمة والفلوس اللي اتفعتوا عليها النهاردة اسمع بقى وشوفها عبقرية ابوك الارض ده الانجابة الارض عشان بعد كده تبقى تقول الله رحمك يا وضعنا احنا عملنا عند الشركة بتلتة مليون بدل تلتين مليون بحجة ان احنا مش عايزين ندفع فلوس كتير في المصاليف الادارية ودينا لها ساعتها عشرين مليون جنيه على شكل شيكين تشيك ميني وشيك مجلافت ودبعت لها عشرين مليون؟ انت عميت يا لا؟ انت تعرف عنا بوك كده هتعليها عشرين مليون؟ انا كتبت لها الشيكات بس قدامها كتبت لها انا شيك وخليت رقافي دي يكتب شيك قبل ما تلمسهم كنت حطيتهم في جيبي بدعوة ان انا لازم انقل ارقام الشيكات عشان نسناك من اوراق الشركة المساهمة السلام عليك يا عبد سيبت من كل ده ده يعملو اي واحد عبقرية عادي اللي جاي بقى ما اعملوش هذا عبد البديعي الارندني بعد اعلان الشركة المساهمة هنعمل اجتماع جمعية عمومية عادي نرفع فيها رأسما للشركة من تلتة مليون للتلاتين مليون انهار مش هتعرف عن ابرد حاجة بس نازم اموضيها لما حضر الاجتماع ده عشان يبقى الموضوع رسمي وقانوني هتمضي؟ دي العبات انا بقى دورك انت بقى في اللعبة دي كلها عارفت ان ايه؟ المستثمر انت كي بتقوله عشان يشتري ارض الساحل هشتري الشركة ومشروع القرية الساحية بتلاتين مليون هتتوزع الفلوس حسب حصة كل واحد فيه يبقى انهار لها كان عشوة مليون يا عمار ده مليون واحد طب ازاي بقى؟ انهار هتاخد حصتها مليون اللي هي قيمة الارض في رأس ما للشركة الاولاني يا ابن الازينة يا عبدو بزمتك انت في وهد محترم يقول يا ابن الازينة يا عبدو بس هي كده هتاخد منك مليون جنيه ومليون تانية بعد اطلاق اتنين مليون؟ هتديها اتنين مليون؟ يا حمار يعني انا اخسر اتنين مليون واكسب تلاتة واربعين ولا اخسر الخمسة واربعين وبعدين انا بعتبر ده زكا عني وعنيني وعنيني وعنينتو كمان عشان ربنا يبارك انت مرفن انت ضم كويس عشان انت مرفن مش مركز كويس انت لو اخدت بالك من اسم رعفن ده هتعرف انه اخو وطن الوطير بتاعي استاذ يا عبدو استاذ عمك دونج دونج شوت انا هاخل عبا عشاني سفاريا الصحب انا مين ملتع تعمل شك زعلاني بتبعضها كده خيريس يا عبد البدين اوه ده انا انت اصلك بنت حلالة بنت انت عشان كده ربنا سخرني ليك خلصلك مصالحك من غير دوشة الدماغ اللي انت فيه غنى انا رزق جايلك من قب السحر مليون جنيه مكسب زيادة انت تنضي بس وبكرا ان شاء الله مليون هيبعد يا خبر ابيض مليون جنيه حتى واحدة ده غير مليون تانية هيوصلك برضا عن طريقي انا هعمل ايه بمبلغ كبير بالشكل ده خليهم عندك يا اخوي انا خاف على روحي من مبلغ زيادة انا خاف على روحي من مبلغ زيادة معاوذة ده خاف على روحك من الاثنين مليون اما كنت هتعمل ايه انها والثلاثة اواربعين مليون مجلنت فلوس سايلة في ايدك انا عندي حاجة اهم ربنا رضاني بيها حاجة اهم من كنوز الدنيا وفلوسها ربنا يديمك علي يا نعمة وميحرميش منك يا رب تابيني انا انجر الاني يباركلك في الجيلة ويباركلك انت كمية مالشيانور اريتك تضبرينو بي لقيادي لا ناس نسينا منيلى لله وصول وكها اتفضل ايتي عبد البديح بسي عبد البديح خلي بالك من نفسك اقوى وخلي بالك كمان من غريب انت هيالي خلاص بقى كويس بعد التجربة لما ربيها الله طب ولما انا هخلي بالي من نفسي ومن غريب ينحي يخلي باله مني ويلحق غريب وقت الشدة غيرك مرداش تخلى عنك يا نهار او عيدك اي وقت تعوزيني فيها تلاقي لي جنبك على طول يلا حسن انا عندي او عيد شغلي كتير بسي عبد بس يا عبد خد بالك من نفسك يا اخويا ربما يسلم طريقك قادر يا كريم مرداش كتير ايها استاذ مجدي دولة هنم القراندل يمراتي وشركت في شرر العصافير اهلا وسهلا اهلا بسي أخفيني حبيبتي تتكريد تتكريد بس لما تطمن على المجموعة الأول أه أبقى أبقى الله الله أرأيي استهله استهله أكثر لسه المكسل كبير الله شوفك يحبلوا يا بودا يحبلوا يا روحي أجيلي الهبل شوية لغاية بس منحف لكلين الكرن ونسحب المبلغ بتاعك إنت جمان أنا بقول نستنى الجواهيرك بتاعك عشان يشوفهم ويطملني ويقولي دول الأسليين ولا لأ هيا دكتور هيخرج إمتى إن شاء الله بالسلام وإنت مستعجلة ليه؟ العملية لسه محتاجة وقت والمصاريف مدفوعة لحد آخر يوم في العلاج مدفوعة؟ وأستاذ عبدالوديع دفع تكليف العملية والإقامة ومصاريف العلاج كلها مؤدما ويمكن كمان يبضل فلوس عندنا لحد ما يخرج الأستاذ غريب إن شاء الله من المستشفى معنى إذنكم قاعدة الجرية الممى بمساعدة ممى بمساعدة ممى بمساعدة تأتي منعانك يا حبيبي انا بس كنت عايز اتطمن على الافتك اخبار عليه اختمين يا البديع دي اختي ماتت بقى لها ثلاث سنين وانت حضرت الوداس بتاعها في الكنيسة ايه مفكرك بيها دلوقتي؟ عبد البديع عساني انا واحدة حبيبتي الفونس اركز معايا يا حتى ابوك دلوقتي الدولة بقتت جابت خبير المجاورات متاعا ايوه هتكون المجاورات مش شبهتي بكل لا اطامن يا منبيع ولو تجيب 600 خبير حتى ايه هكتكون بتنفش ليش يا كارفاضي هالفونس؟ برقابتي عبد البديع بيه اما لاحنا دفعين عشرين الف دولار ليه؟ اه انا مش يقلق اني غير برقابتي ربنا يا سطر بقى اه يا حبيبي انا هبقى كلمك تانى عشان اطمن يقل اسلم على ماما ماما؟ الله يرحم الجميع في ملكوته اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اصدر حدرتك انطمننا وطمن هنا مش حدرتك هتشوفها قدامنا هنا؟ طبعا المسألة مش هتغط اكتر من ثلاث ديائق بكتير فتل هقق يا رفض لو سدقت دي بقى ده ما بنتبه كده يبقى حقان رجالنا مفضل صغير اشجان يا نوري السود شكله فاهم قوي يا رب يا رب انت عارف ان ده حق اوانا ضحية رجل سافيه مراحط باز اقفلوا سؤالا الشعيد وسؤال انت وحدك اللي علم يوم انا هندي كل واحدة عاشرة اللي كتبتها لنفسي بس عديني وانا يا رب انتحدى وانا يا رب انتحدى ايه ده ايه في ايه تحفة فنية الصور ظلمت المجموعة دي جامد جدا يا هانم ايه ده كنز اه اتطمنت يا هانم هو اللي يقول هو اللي يقول هو يقول ايه انت بستمعه هو بيقول كنز هاي يا استاذ متأسف يا هانم سرحت مع التحض الفنية دي اه يا احمار والله برب عليك الفنز ممكن اتصور معها لا لا ليه بودا دي واحدة دي واحدة كلمتين بس عن اذنك اه شفوا مصلحتنا باي حال من الاحوال انها عد يارف ان المهجة وهرد عندنا ولا انها حتى دخلت مصر اولا هنفتحنين الضراج والحكومة خانيا ده الاهم من الحرام ايه اه ده غير الار والعسد ده ده على شمايتك نغيت السنة دي ما تعدى على خير ونعمل مزاد ونخلص منه حال ده تحقق مش عشان الرجل تافي عايز يتصور مع المجوهرات نباوز كل حاجة ها عندك حقه انا بقول برضو مفيش داعي يهدر مع عملية الدفع عشان الفلوس ما تتنظرش انت بس مشيبش يا كده يلا حاضر جمل يا رب جمل اه يه يهدر دورت اقولك اعمل حسابك حرس كويس على مفتاح خزنة البنك ده وانا هتفز بالنسخة بتاعتي بعد سنروح نفتح الخزنة سوا وناخد المجوهرات نباعها ونكسب يلا سلام تعالي هنا ده راح فين تاني انا هندي ما شاول كتير اه بالمناسبة اعمل حسابك تسيب القاصر اخر الاسبوع الجيدة تعالي هنا انا ليه با 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 ليه كميلا يا انا وانا تعريبا ما بعودش فيه انا اولى بفلوش ادابة مالك بتتكلم بالعكة فردية كده وانا مش قاعدة في القصر ده ولا ايه اه طبعا انا فاهم انك قاعدة في القصر بصدق اي مكان تاني ممكن يوفى بالغرض اي شقة صغيرة يا لا اوك انت ممكن توضى بشقةتك القديمة وتعود فيها استنى هنا انت مالك بنبالح انا عملت فيك ايه يا سنت عمل فيه كل ده انا انا ما عملتش فيك حاجة يا دولت انا مجرمش عليك ولا زعمت الله واحدين انت مش فعيل يا دولت انت معاك حاجات مش اقل من مليون دنين وفي مليون ونصة تانين انا بتحت عملك اي دولت طبعا بتعرفاهم انتوا اي دولا انا لو عايز بيعمل انا لو عايز بيعمل يا خبرة بك اتنين مليون جنيه هعمل ايه بس بالفلوس دي كلها اعمل اللي انت عايزها انا ده فلوسي كنت حرة فيها ده انا محتاسة بالفلوس اللي في البيت وبعدين غريبة اخويا يعني مالو غريبة انت مش قلت ان ربنا صلح حالو خلاص ايوه بس جايز الشيطان يوزه تاني لو شاف مبلغ زي ده ده مبلغ لغبة العقل خبيهم من اللهتي وبكرا ما الصبح بدري حطوهم فاي بنك طب عشان خطري رياحني وقولي المبلغ ده بتاع ايه ده حقي يا نهار حقي وساني يوما كتبت علي وشرفتني قدام اهل حدتي وحميت اخويا من شر نفسه من فضلك بقى امهام احنا مش هنقدت طول الليلة نتكلم في الموضوع ده انا عندي موضوع اهم عايز اكلمك فيه خير يا اخويا دلوقتي انا الايام الجاية هتطر اختفي شوية عندي شغل اهم عايز تركيز وتفرغ والحمدلله غريب بقى كويس ابقى منطمن عليك وهو جملك طب من غير ما تزعل يعني عندي سؤال انا عمري مزعل منك يا نهار قولي ما تخافيش قوة ده بقى اللي مخوفني اني اكون قلت كلمة يعني من غير قصد زعلتك مني او تكون عرفت حاجة من اللي ما يتسمى بقلة عني انا واخويا تكون قراريتك فينا ده انا قبل بجد وحياة قلمة من قلبك وبعدين بقى بدلع جدا طيب خلاص انا ليه يا طب خير كنت كلمت قبل كده لأستاذ نبيل بخصوص موضوعه خير يخص الباشا الله يرحمه وهو وعده ان يساعدني ممكن استأذنك قبل اكلمه في التليفون عشان يصرر حبة في الإجراءات نبيل طيب وابن حلال مدام وعدك اتكل على الله هو كمان بيحب الخير زيك اه يلا يكسب له هو كمان سبب المرة يلا بين ولو انك هتوقحش دي كنت عايزة اقعد معاك على قد ما اقدر انه ما اللي تشوفو ياسي عبد البديه ولا عمره فرق سكى من فرق لعمل حنين ونساوك وجاي ملهو في متلاوك الوش ده بقى لا يا حبيبي بقى ما تلبسوش ما تلبسوش وامتا جاييني يلا يا ابني الارندالي انا عارف يا انهار انك ملكش اي زنبف اللي حصلك عليدي انت بنت حلال وتستهلي حد احسن مني مجرون مر سديني عمره ما كان قصدي لنهاسي مشاعرك لكن كل ما بحايل لعبة سخيفة اعمالها عم منوح اللي ارحمه بغم كل حاجة عايزك تعرفي اني بحتردك وبقدرك انا ما بكرهش غريبة بالعكس انا بحبه او على فكرة المفاتيح دي هدية مني لو دي ورشة جديدة يبدأ فيه حياته من جديد ودايما هكون تحت امرك وفي اي وقت خلي بالك من نفسك وربنا يديلك على قد نيتك الطيب على نهار والشابه منه لو تقتلي وانما لو بيحلفتلي السيك اللي واصلك دايب التعامي فيه مؤخر الصداق بتاعه وفيه الفلوس اللي خدها عم منوح اللي ارحمه من عم إبراهيم وفايداتها في الفترة اللي عادت عنده فيها الفلوس دي باقي سروة عم منوح جات من تعبي وشآيانا انا وابن علي في خدمته طول السنين اللي فاتت واتسوتك لي يذرين استعبال اظن كده انا مزرمتكيش ووزعت السروة بقانون بس القانون العادي بعيد عن ملعب ومعالب عم منوح الله يرحمه ربنا يسعدك ويعلميك يا دولت وهي مصائبه قومن عنده قومن فوائده زي ما بيقوله يمكن ربنا عمل كده عشان متولي الغالبان اللي بيحبك من كل قلبه يلا ربنا يسعدكو اشوفك على خير دايما 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 ده عامل حنين وامسهو وجاي ملهوف وكلا الورد الوش ده بقى لا يا حبيبي بقى ما تلبسوش ما تلبسوش ما تلبسوش وانت جاييني يلا آه يا ابني القرنغاني بس بس خواس بقى حقوله منك يا عشر ولا انا اشتركوا في القناة